موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى أيها المباركون أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الكرام لا شك أن هذه العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه عز وجل هي من أجل ومن أشرف القربات إلى الله سبحانه عز وجل وهو سبحانه عز وجل يقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقش بها ورجله التي يمشي عليها إلى آخر الحديث لئن سألني لا أعطينه ولئن سعادني لا أعذنه إذن هذه العبادات من أشرف ومن أجل ما نتقرب به الله سبحانه عز وجل هذا النوافل بعد الفرائض فرائض لا شك ولا نقاش فيها إذن هذا ما يحبه الله سبحانه عز وجل في عباده إذا تقربوا إليه بالنوافل وما يحبه الله مفترضا علينا نحن أن نؤديه على أحسن وجه وعلى أكمل وجه لا نرجو من ذلك إلا ثوابه لا نرجو إلا مقام عنده سبحانه عز وجل نرجو ثوابه ونخشى عذابه في آن واحد مع حبنا إليه سبحانه عز وجل أخي الكريم أختي الكريمة أحيانا إذا ما تأمرنا في مجتمعنا وهذه الصفات الداخيلة على مجتمعنا المسلم وما نلحظه ونراقبه في حياتنا اليومية نلاحظ أن المجتمع بعيد كل البعد عن أوامر الله سبحانه عز وجل وعن نواهيه والله سبحانه عز وجل يأمرنا بتقوى الله في كتابه أكثر من ثمانين مرة أو في حدود ثمانين مرة وأكثر من مئتين وربعين مرة تقوى الله سبحانه عز وجل بمشتقاتها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الناس اتقوا الله وآمنوا برسوله يا أيها الناس اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى والحبيب المصطفى كذلك صلى الله عليه وسلم يقول معاذ يا معاذ اتق الله اتق الله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن إذن تقوى الله سبحانه وعز وجل يأمرنا المولى تبارك وتعالى بها ويحثنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لماذا لا نتق الله لماذا الأمة لا تتق الله إلا من رحمه ربي لماذا لا نتق الله في ما أمرنا به وفي ما نهنا عنه المولى تبارك وتعالى هذا السؤال أتركه لك أيها المشاهد الكريم لتجاوب أو لتجيب عن هذا السؤال وين السبب وإذا عرف السبب بطل العجب الله يأمرنا بتقوى الله ونحن نتعدى حدود الله ولا نتق وكأن كلام يدخل من هنا يخرج من هنا اللهم وردنا إلى دينك ردا جميلا أيها الكرام ها نحن هذه الأيام على أبواب شهر التقوى الشهر الذي إذا عملنا فيه وامتثلنا أوامره ونواهيه سبحانه عز وجل بلغنا القمة الرقي أعلى مقام تقوى الله سبحانه عز وجل يأيو الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم بهدف واش تقوى الله سبحانه عز وجل لعلكم تتقون لنبلغ تقوى الله درجة تقوى الله سبحانه عز وجل وهذا الشهر الفضيل لا شك أنه شهر التنافس على فعل الخير لنشمر على سواعدنا من أجل أن نغتنم ويمكن اغتلامه من لياله ومن أيامه والعبادة في الليل والنهار ثم أيها الكرام هذا الشهر الفضيل لا نريد به إلا مغفرة الذنوب والتوبة والأوبة والعفو والعتق من النيران نخشى الله فيه ونتق الله فيه ونغتنم ما فيه من الطاعات ومن العبادات لماذا؟ لعلنا نغير من حالنا إلى أحسن حال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإذا لم نتغير في هذا الشهر الفضيل فإذا لم نتغير في شهر رمضان ففي أي شهر نتغير؟ إذن علينا أن نفكر ونحاسب أنفسنا إلى متى نعطي فضائل أوقاتنا لربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لنفكر ونحرص وننقف موقف محاسبة نحاسب فيها أنفسنا ونعرض حياتنا على القرآن الكريم ونعرض القرآن على حياتنا نعرض على المقياس على المرجع ألا وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولذا أيها الأحبة في الله لنا في سلفنا الصالح إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة في تقوى الله وفي خشية الله وفي مراقبة الله سبحانه عز وجل في جميع الأحوال وفي اغتنان مواسم الخير هذه المواسم لا تعود إذا مرت لا تعود ففاز من اغتنم وخسر من تهاون وترك إلى نفس سلفنا الصالح الأسوى الحسن الأسوى العظمى في مراقبة الله سبحانه عز وجل وهذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لقد حفر دمع البكاء من خشية الله سبحانه عز وجل خدود أثار في المآقي في وجهه من خشية الله ومن مراقبة الله سبحانه عز وجل ومن تقوى الله سبحانه عز وجل وهذا كذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ولنا كذلك في سيرة سيدنا بن عباس رضي الله تعالى عنه القدوة في تقوى الله القدوة في الخشية من الله سبحانه عز وجل وتقدير الله وتقدير عظمة الله ومراقبة الله سبحانه عز وجل لقد تركت خشية الله البكاء من الخشية البكاء والخوف من الله سبحانه عز وجل أخاديد في وجهه لدرجة أنه ذهب بصره وذات مرة أنشد يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور مشهور على كلمة الحق والأخذ بالحق والسير على الحق وانتهاج طريق الحق هل سمعتم هل أدركتم أيها المشاهدون أيها الكرام هل أدركتم الهمم الهمم التي هي من باب أولى أن نتخذها كقدوة في حياتنا فهؤلاء الرجال عرفوا قدر الله وعظموا الله وعظموا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعظموا هذا الدين الذي ارتضاه لهم المولى تبارك وتعالى وارتضاه لنا لذلك فازوا وبلغوا أعالي الدرجات عند الله سبحانه عز وجل هل وعين اليوم أيها الأحبة في الله وعين أين يكم أين يكم الخلل الخلل في أنفسنا في قلوبنا لم نقدر الله حق التقدير ولم نعرف الله لحد الآن ما زلنا ما عرفناش ربي من هو ولم ندرك عظمة الله سبحانه عز وجل فنشتغل للقاء الله سبحانه عز وجل ونعمل ونحرص للقاء الله سبحانه عز وجل هؤلاء كانوا عظماء منكسرين في طاعتهم منكسرين متذلنين لله متواضعين لله رفعهم الله سبحانه عز وجل فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ينصح الأمة في هذا الشهر الفضيل يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارب ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء لابد أن هذا الشهر الفضيل تتغير فيه حالنا لابد أن تتغير فيه حالنا ونظرتنا ومراقبتنا لله سبحانه عز وجل وخشيتنا لله علينا أن نعظم هذا الشهر في نفوسنا نجدد إيماننا بالله سبحانه عز وجل اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك الرضا بعد القضاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى